ايزا يكم يا جماعة عاملين اي رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم عن توقعات العاطفية الخاصة واصحاب برج الميزان لشهر مارس العام 2021 برج الميزان احنا عندنا وقته هيكون في قوة عاطفية بالنسبة للناس المرتبطين او الناس اللي لسه في بداية ارتباطهم هيكونوا الاكثر اهتمام بالحب هيكون عندنا لانه هتلاحظ حالة مختلفة كمان هيكون شهري جيد جدا جدا للبدايات الجديدة يعني ايه يعني عندك في بداية في موضوع كان معقد هيبدأ يمش هيبدأ يكون في حركة عندك موضوع كان انت عايز تصلح علاقتك بالشريك هتبدأ تتحسن هيجي عندك زرفة او موضوع هتبدأ الاجواء حلوة من اول يوم في الشهر بالنسبة لك انت حاسس ان انت الحلوة دي الاحساس ده لأ في انفراج في ان انت حالتك بتكون قلطف في ان انت بتهتم بنفسك في ان انت واقف وقفة مع نفسك من بداية الشهر لا انا عايز اهتم واهتم 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 فاذا انت بتتنزل عندك بند اهتمامات فبتبدأ تهتم بشكلك جدا فده بيسير الجنس الاخر بشكل افضل واكتر وده هيخليك ان انت تكون متميز في عيون الشريك جدا او عيون الجنس الاخر لو انت مش مرتبط النص الاول بالنسبة لك او لحد يوم واحد وعشرين انت هتكون الفترة دي كلها عندك حالات اهتمام بنفسك اي كمان عندك مواقف تقوي علاقتك لو انت مرتبط بحدك ففي مواقف بتقوي العلاقة في مواقف بتخليك ان انت تكون اكثر قوة في عيون الاخرين اكثر ان الناس تبقى عايزة انت قضوة انت حد انا ياريت هلاقي واحد زي دا انا ياريت هلاقي واحدة زي دي فعندك ان انت بتتمنى شخصية او فيه اللي بيتمنوا شخصية زيك جدا جدا فهتلاقي دا جدا هتلاقي فترة فيها اتفاقات خطوبة فيها اتفاق لزواج فيها اتفاق لمولود جديد فيها ان احنا بنرتب لشيء مهمة عندك دا جدا 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 كمان عندك فيه تأثير في بعض الامور لانك عندك زكاء قوي وبتتخذ افكار وقرارات مهمة وعندك حتة اللي هو خلاص نقطة ومن اول السطر كل دا بيعمل لك اضافة والاضافة دي كلها بتدخل او بتسب في الامور العاطفية اللي بتخليك ان ان نفسيتك تكون هادية يظهر على ملامح وشتك يظهر على انك تكون عايز تكون حقيقي يظهر ان فيه كتير من الجنس الاخر معجب بيك يقرب علاقات يلطف علاقات يحسن علاقات يزود نسبة رجوع فعندك الدنيا ماشية بشكل حلو قوي خاصة ان عندك اصلا انت بادئ اول يوم في الشهر الامر في برج الميزان فانت احساسك هيجي لك انا حسس ان فيه خير جاي لو تفتكروا انا كنت بقولكم ان انت حسس ان فيه خير جاي امتى فين ازاي مش عارف مفيش حاجة تخليني اقول كده بس انت عندك ده طب تعالوا نقول للناس الاهمة مش مرتبطين الاجوات وشكلها ايه احنا قلنا حالات الاهتمام اللي موجودة عندك دي كلها وحكينا فيها انت عندك ان هيكون فيه كتير عايز يرتبط بيك كتير معجب بيك لسه او اسمك بيجي على لسان الكتير كتير لا انا عايز الشخص ده انا ايه الشخص لا 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 الحلوة دي لا تبص انت النهاردة الله اكبر هتلاقوا من ده كتير جدا برج الميزان انت اذا فيه عندك ارتباط طب عندك اعتراف ما انت عندك ارتباط يعني اعتراف يعني بداية شيء جديد يعني بصي انا عايز اجي اخطبك اكلم بابا انت فعندك حاجة من دي كتير جدا جدا والاعترافات الاقوى ثم الاقوى بعد يوم 21 في الشهر طيب بالنسبة كمان ليه الناس اللي هم لسه في بداية ارتباط وعندكم خلافات ويمكن تسيبوا بعض تعالوا اقول لكم الابراج اللي مش هتسيب بعض وهيكون لا فيه قرب وفيه جوه هيبقى حلو جدا ولطيف جدا لو هتكلم من الابراج الهوائية اللي زينا فالميزان والميزان رقم واحد بعد كده الميزان الجوزاء وبعد كده الدالوة الابراج النارية الحمل من الابراج الاسد برضو هيكون عايز يقرب لك بس الاسد عنده مشاكل في الفترة دي مضغوط شوية فخلي بالك يعني ممكن اللي هو هنا بقى اقول لك ممكن يزيد بعض الخلافات القص عايز يرجع لك او عايز يقرب اكتر بس فيه نقاط انت اللي موقفها من عندك بالنسبة للابراج الترابية العزراء عايز يقرب منك جدا جدا برج الجدي عايز انه هو يعني يلا يلا نتجوز يلا بكرة فعنده له مستعد جدا طيب بالنسبة ليه الابراج المائية بالنسبة لابراج المائية برج العقرب بحنية قوية مفرطة لبرج الميزان بشكل رهيب خاصة رجل العقرب ومرقة الميزان طيب بالنسبة كمان لبرج الحوت رجل الحوت نفس الموضوع بالنسبة ليه الابراج احنا قلنا الابراج الترابية قلنا الجديد طب خلاص تمام بالنسبة بقى ليه الناس المتجوزين انت عندك فيه تحسين علاقات بشكل حلو قوي مواقف هتخليك ان انت مميز في عين زوجتك او عين حبيبتك جدا في ان انت او انت يعني سواء برج الميزان عمطان رجل او مرأة فيه موقف هيميزك فيه موقف هيخلي الشريك هيبقى بيشكر فيك قوي فخور بك جدا واصل لمرحلة ان هو يعني هيلبستك باسمك على دماغه ففعلا هتلاقي ده قوي بسبب برج الميزان عندك ان الشريك ممكن يمر بازمة ممكن يمر بمشكلة ممكن يمر بموضوع بس انت بتساند او انت بتقف معاه او انت مشكلة صحية انت بتكون جنبه جدا فهيكون حالة تقديرية قوية لبرج الميزان كمان او الاكثر في حالة تقدير مع الابراج دي هقول اربع ابراج من كل مجموعة برج من الابراج الهوائية اللي زيك الميزان والميزان الميزان والحمل الميزان والعزراء الميزان والعقرب دي اكتر الابراج اللي يغضيين القمة في حالة الافتخار وحب وعلاقات بتتميز بالنسبة ليه الناس المتجوزين فيه موضوع مهم جدا جدا الموضوع ده مهني بداية جديدة تصب لصالح العلاقة العاطفية جدا عندك شيء جديد ممكن يكون عندك يكون عندك ان انت يعني بتمر مثلا بموضوع او ايا كان حاجة كانت صعبة لا هتخلصها فاذا ده بيزيد من العلاقة اللي هو عارفين اللي هو انا عملت كذا وكذا وكذا لقد نجحنا عملنا مش عارفة ايه كسبنا ايه فعندك حالة قوية اوي اوي هتخليك تتنطط بالفرحة انت والشريك وده يسعدك جدا هيخليك ان انت تكون قادر تضي عاطفة هيكون عندك حالة بهجة حلوة اوي يمكن كمان عندك حالة التغيير اللي انت تصنعه في نفسك فده بيؤثر على الدرجة ان انت بتلطقي ذاتك انك مؤمن بذاتك انك بتحب نفسك برج الميزان برضو اقول انتو عارفين انا اقول ايه انت عندك في حسد كتير وعندك شوفوا بقى كمية الحب والازدهار واللي اللي احنا قلناه ممكن في لحظة صغيرة ان ده يتأثر كل بطاقة سعيدة اللي هي من عيون الحبايب والحلوين يعني ايه يعني لازم تكون حذر جدا جدا في ان انت كل ده الدري بس ممكن يكون في بعض الاشخاص اللي صعب يداروا المواقف دي هداروها من الاهل مثلا انت عندك عين قوام الاهل انت عندك حسد انت تعرف ان السحر سهل معالجته لكن الحسد صعب معالجته جدا يعني حاول على قد ما تقدر انك تداري او انك تحصل نفسك انك عندك ورد يومي انك تكون قادر زي انك تغطي نفسك انك تقوي نفسك ايمانيا وروحانيا عشان تقدر انك تصد الحسد ده ملح سخري انك او يعني بجد عارفين ان لو اي واحدة كده حطيهم في شنطتك كده او في في خواتم على فكرة احجار معينة بس انا محبش اتكلم على الموضوع ده انا بعمله النفس فاللو هو يعني في حاجات معينة كده برضو دي بتعملك هالة حواليك بتصد الطاقة الحسد بتصد على قد ما تقدر لكن الحسد لو في حد قالك ان في حاجة تصد الحسد مليون في المية صعب ما تصدقش ما تصدقش الا بقى انت با ايمانك وكوة روحانياتك وامانك وايمانك وكل ده ده ممكن يصد اكبر درجة تسعين في المية لازم يكون في درجة بتخلك فيها بيتخلك فيها الحسد السحر بقى انت قادر جدا انك تحصل نفسك كل انسان وعارف زي يحصل نفسه من السحر طيب ده بالنسبة ان ده ممكن يضيع منك حاجات كتير او يوقفلك حاجات او يقفلك بوابات بمليون افل ومفتاح او انت عندك توقعات ايجابية الى ان في بعض الايام اللي فيها صعوبة شوية وده هنحذر فيه في التوقعات الاسبوعية واليومية اللي هي صعوبة العصبية انك مضغوط هنا فترة بس بترجع تروق تاني الميزة ان عندك الشهر ده انك عندك عصبية بتروق تعرف تلطى في الاجواء الميزة انك كنت بطبيعتك برج الميزان يعني بتعرف ان انت تبقى بتساند نفسك بتساند في الامور دي بالنسبة للناس المنفصلين هيكون في رجوع او طبعا في رجوع بالنسبة كبيرة جدا 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 لبرج الميزان احنا عندنا ان شاء الله باذن الرحمن شهر عاطفي حلو شهر مهم جدا جدا الى ان نحذر من الحسد والسحر في الامور العاطفية كمان انت عندك بدايات جديدة حاول انك متعليش على حد مش اللي هو انا انت مش عارف انت بتكلم مين الكلمة دي ممكن تصنع القره جوا بني ادم فيخالين هو يعمل لك حالة من تشوي السمعة حالة من القره حالة من تقليب الاسرار والخبايا لان عندك فيه بيت الاسرار والخبايا بتاعك فيه حد بينقش فيه حد بينقش فيه ولو عندك علاقات في الماضي وانت مرتبط حاليا فانت احذر اوي اوي خلي عينك في وسط راسك خلي بالك جدا من انك تتشاك مع شخص انت كنت على علاقة بي زمان او ان انت ايا كان الفكرة دي خلي بالك لان الشخص ده مش نوي لك على خير مدام انت مرتبط بحد جديد الشخص القديم مش نوي على خير خلي بالكم جدا جدا انت عندك في تشويه السمعة مشاكل سواء في امور عاطفية وامور مختلفة بس عشان احنا بنتكلم دلوقتي على العاطفة فده يؤثر كمان الاسرار والخبايا بتاعتك خلي بالك منها اوي خلي بالك الاشخاص القديمة الاشخاص اللي انت شكك فيهم روحانياتك مهمة هنا بتلعب دور كبير ان اتحذرت فخلي بالك جدا اذا انت برضو من ناحية الرجوع في اشخاص عايزة ترجع لك عشان بتحبك جدا وشايفين ان انت كمه وان انت متميز ان انت ايجابي ان انت حالو انهم مخسروك انك بتتميز بشكلك مصهرك وي وي فندمنين عليك جدا وعندك اشخاص عايزة ترجع لك عشان تنتقم منك اللي عايز انتقم منك انت رفضه بالفعل حتى الان هو ده اللي عايز انتقم منك برج الميزان بتمنى ان انا اكون في التقم بتمنى لكم شهر عاطفي سعيد حب رومانسية اجواء حلوة جدا جدا ان انتوا تستغلوا الشهر ده في تحسين العلاقات ورومانسية بقى واجواء حلوة كده حاولوا ان انتوا تهتموا اكتر واكتر بي الشريك بتاعكم خاصة كده عندك بعض الابراج اللي احنا علنا عليهم قلنا اربع ابراج مميزين جدا جدا في العلاقات فدول الاطف والطف اولهم مرة تاني العزراء العرب الحمل الميزان اللي زيك باشكركم ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في قناة تفعيل الجرس سلام